شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله سبحانه محمد وآله محمد فلعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ قبل أن نتحدث في هذا اليوم حول العمل التربوي لابد أن نقدم مقدمة قصيرة وهذه المقدمة هي أن كل عمل له حجم وله امتداد الحجم يمثل الأبعاد المادية للعمل كل عمل له أبعاد مادية محسوسة هذه الأبعاد تقع ضمن نطاق الشهود هذه الأبعاد يطلق عليها حجم العمل مثلاً الصوت له ذبذبات هذه الذبذبات تتموج في الهواء هذه الذبذبات تشكل حجم الصوت الحركة لها أبعاد مادية هذه الأبعاد المادية يمكنك أن تشاهدها شخص يأكل شخص يمشي شخص ينام أنت تشاهد بعينك هذه الأبعاد المادية لهذا العمل ولكن إذا أردنا أن يكون تقييمنا للعمل تقييماً دقيقاً يجب أن نلاحظ بالإضافة إلى حجم العمل امتداد العمل شنو معنى الامتداد؟ الامتداد الآثار التي تقع ضمن نطاق الغيب لا تشاهدها بعينك ولا تلمسها بيدك ولكن هذه آثار هذا العمل هذا الآثر قد يظهر غداً وقد يظهر بعد غد وقد يظهر بعد مئة عام ولكنه امتداد لنفس ذلك العمل الذي قمت به في ذلك اليوم بالنسبة إلى العمل التربوي وظيفة الأب وظيفة الأم وظيفة الأخ نحن عندما نقوم بعمل تربوي لا يمكننا أن نقتصر على حجم هذا العمل وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم ربما كلمة يقولها الأب ويقولها الأم تقولها الأم كلمة شنو قيمة الكلمة؟ أسهل شيء الكلمة الكلمة ما إله قيمة عندنا ولكن الأب والأم يجب أن يلاحظا شنو آثار هذه الكلمة كلمة طيبة يقولها للأب الأب يقولها للإبن الأم تقولها للبنت شنو آثار هذه الكلمة شنو هي التفاعلات التي تخلقها هذه الكلمة في نفس الطفل على المدى البعيد من الظواهر المؤسفة حقيقة في بعض الأفراد البعيدين عن الأجواء الدينية أنه ما يتورعون في كلماتهم يعني عندما يحدث هناك خطأ من الطفل أو يرى أنه خطأ يقول كل ما يجري على لسانه من تهت القضية عند هذا الحد هذا الطفل يلتقط هذه الكلمة يختزن هذه الكلمة وعندما يكبر هذا الإبن يكون على نفس منهج هذا الأب وهذه الأم هو أيضا مع أطفال يتعامل بنفس الترتيب وأطفال أيضا ينشأون على نفس هذه الطريقة ويكبرون على نفس هذه الطريقة تشوف عوائل مدن قرى تعرف بصفات معينة يقولون أهل فلان مدينة شجعان من أجت هذه الشجاعة؟ عوامل متداخلة البيئة مؤثرة المحيط مؤثر التربية مؤثرة ولكن من جملة العوامل المهمة نقطة البدء في هذه العائلة هذه العائلة بدأت من أب وأم إذا الأب والأم كان لهما طهر كان لهما نقاء كان لهما تورع ابنهم يطلع على منهجهم الحفيد يطلع على منهج الابن ابن الحفيد يطلع على منهج أبو هذه قضية طبيعية أن الولد سر أبيه يعكس أبو طبيعيا فربما هذه الكلمة هاي المواقف تؤثر إلى ما لا يمكن أن نحيط به من الأبعاد والآمات هاي مو كلمة انتهت لا كلمة تبقى وتبقى وتؤثر وتؤثر لذلك في الواقع الأب الأم الإخوة الكبار عندهم مسؤولية كلش كبير تجاه العائلة يجب أن ينظروا إلى امتدادات هذا العمل في كل عمل يقومون به في العائلة التربية لها طرق الطريق الأول التربية عن طريق الموعظة أول واعظ من هو؟ من هو الواعظ الأول؟ الواعظ الأول هو الله إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ وَاللَّهُ وَعَظَ نُوحُ وَاللَّهُ وَعَظَ إِبْرَاهِيمُ وَاللَّهُ وَعَظَ مُوسَى وَاللَّهُ وَعَظَ عِيسَى الله سبحانه وتعالى وَعَظَ نَبِيَّنَا مُحَمَّد وَاللَّهُ وَعَظَ نَحْنُ الْبَشَرِ اقرأوا كلمة الله لكي تجدوا مواعظ الله أول واعظ هو الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واعظا أي فرصة كانت تجي حتى فرصة صغيرة كان يشوف الطرف يعظه هذا منهج علمه واحد واحد منه ذلك الرجل أظن أنه ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وآله كان على ناقح فأردفني خلفها خلفه كنت أمشي النبي على ناقح فقال لي تعال فركبت خلف النبي صلى الله عليه وآله فقال لي ابن عباس كذا وكذا المواعظ موجودة في البحار النبي كان يعظ الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وآله كان يعظ الإمام المشتبى حتى في اللحظات الأخيرة من حياته عندما دخل عليه جناده ما الذي قال له الإمام صلى الله عليه في تلك الحالة وهو يقذف كبده ولكنه يقول يا جناده استعد لسفرك وهيئ زادك قبل حلول أجلك واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك حتى في تلك اللحظات الأخيرة الإمام المشتبى كان يعظ الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم عاشوراء كان يعظ كل واحد منه في عائلته يجب أن يكون واعظا طبعا مو واعظ بالعنف والشد لا بهدوء الطفل عندما يقوم بعمل عظه ما لازم تكون فواصل بين الآباء والأبناء الأبو اللي يضح فواصل بينه وبين أبناء أما يتمكن يعظ هؤلاء الأبناء الأب يجب أن يكون أبا ويجب أن يكون صديقا أيضا يعظ أبناء يرشدهم افعلوا هذا العمل هذا العمل في صالحكم هذا العمل ينفعكم الشيء الأول التربية عن طريق الموعظة تشوف ابنك قاعد يطالع التلفزيون قل له ما يخالف تطالع الأفلام الجيدة ولكن اذكر الله تعالى اذكر قل لا إله إلا الله قل سبحان الله قل سبحان الله شجرة في الجنة ليش تفوت عمرك تشوفه يريد ينام عظه قوم صلي ركعتيا عندما تصلي ركعتين عندما تتوضى وتصلي ركعتين يكون محل نومك مسجدا إلى الصباح واحد يعظ أبناء يعظ بناتهم مو يتركهم يمشون كما يريدون في اليوم الأول الإبن ما يسمع في اليوم الثاني ما يسمع لكن بالنتيجة هذه الموعظة تؤثر في الآية الكريمة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي واحد شفت عند عمل خير وصي بالحق وصي بالصب اصبر إذا ما يجي للحسينية شفت ليش ما تجي للحسينية إذا ما يجي للقراية شفت لماذا لا تأتي إلى القراية يقول ما عندي خلق انصحه عظه هذه طبيعة المؤمن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كان هناك شخص في النجف الأشرف رزقنا الله وإياكم زيارة هذه العتبات في القريب العاجل بإذن الله رجل شرير إلى أبعد الحدود العوائل اللي يتركون أبنائهم ما يواغون على أبنائهم عادة يخرجون أفراد منفلتين والكل كانوا يخافون منه أكو أفراد الناس يخافون منهم كان اسم هذا الرجل عبد فرار اسم هذا لقب ملفق من الاسم واللقب عبد فرار الكل كانوا يخافون منه في بعض الأحيان عندما كان يدخل إلى الصحن المطهر لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الناس كلهم كانوا يبتعدون عنه يفسحون له الطريق لأن الرجل حقيقة شر بكل معنى الكلمة مضى عمر عمر قضى في هذه الحالة كان هناك رجل زاهد في النجف في يوم من الأيام في الصحن وإذا بهذا الرجل يدخل والناس بسرعة يبتعدون عنه خوفا منه تعجب هذا العابد منه هذا الرجل ليش الناس هالشكل يخافون منه وصل هذا الرجل إلى هذا العابد الزاهد فسأله العابد منه أنت أنت منه قال ذلك الرجل متعرفني أنت قال له لا قال له متعرفني أنا عبد فرار الذي طبق صيته الآفاق شلون متعرفني فقال ذلك العابد الزاهد العالم كلمة واحدة لاحظوا تأثير هذه الكلمة ممن تفر تفر من الله أم تفر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن تشرد انت فرار فرار ممن كلمة واحدة أحيانا حقيقة واحد في لحظات صفاء يفكر في حياته يشوف حياته إذا ما حالفه توفيق الله قطع من الجناية والكذب والظلم والإسراف على النفس أتيتك يا إلهي معتذرا نادما مستقيلا منكسرا حقيقة واحد يفكر مراحل حياته شلون يلاقي الله سبحانه وتعالى بهذا الوزر الثقي كم من الغيب اغتابها الإنسان عندما نقعد حقيقة فاكهة المجالس الغيبة أصلا يكاد أن لا يخلو مجلس من المجالس من غيبة المؤمنين ليش روح على كلام آخر الغيبة والتهمة والكذب والرياء هذه الكلمة مر واحدة أو قضت فأخذ يردد مع نفسه ممن تفر من الله أم من رسول الله ورجع إلى بيته هذا الرجل الجاني الخاطئ رجع إلى بيته وهو يكرر هذه الكلمة وأخذ يراجع حساباته تاب إلى الله سبحانه وتعالى في صباح اليوم التالي هذا الرجل العالم الزاهد العابد يقول لتلاميذه تلاميذه جايين للدرس يقول لهم اليوم الدرس تعطيل ليش شيخنا أو سيدنا اليوم مات ولي من أولياء الله تعالوا تعالوا الروح إلى تشييع من هو هذا الولي تعالوا جاءوا وجاءوا مع هذا العالم وصل إلى بيت عبد فرار وين وين هذا الولي هذا بيته شيخنا مشتبه هذا بيت مجرم من مجرمي هذه المدينة قال لهم ذلك العالم كان مجرما هذا كان مجرم ولكن منذ أن أخذ يردد مع نفسه هذه الكلمة إلى أين تفر ممن تفر من الله أم من رسول الله انقلب ذلك المجرم البعيد إلى ولي من أولياء الله غسله غسله شيعه صلى عليه ودفنه في النجف الأشراء الآباء والأمهات يجب أن لا ييأسوا من أبنائهم وبناتهم مرة ومرتية وثلاث مرات يجب أن يكون للآباء والأمهات نقص طويل في الموقع مرة مرتية عشر مرات عشرين مرة بالنتيجة يتأثر هذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال فيما روي عنه إن صلاته تنهاه يوما ما بالنتيجة هذه الصلاة التربية بالنتيجة هذه الموعظة التربية أولا التربية عن طريق الموعظة ثانيا التربية عن طريق النموذج الموعظة جزء والنموذج جزء آخر علماء النفس يقولون الطفل أول ما يولد ما عنده ارتباط إلا بأمه يعني في تصوره المتواضع في منظومة الفكرية المتواضعة ما ك إلا أمه هذه هي مصدره ملجأه ثم بعد ذلك ومن الشهر الثاني الأب يقتحم المنظومة الفكرية للطفل يعني يكون هناك أب وأم من الشهر الثاني هذا علماء النفس في أحدث نظرياتهم يقولون ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ألف وأربعمائة عام يقول أطلب العلم من المهد إلى اللحد سيحن الطفل إلى فترات متأخرة مثله الأعلى أبو وأم من الشهر الثاني وحتى فترات متأخرة من المراهق يعني ذول مثل الأعلى العلماء يقولون ما يفرق بين أبو وبين أكبر عالم الطفل ما يفرق بين أبو وبين أكبر فيلسوف هذا يراه مثل كل تصرف شوفون بعض العوائل أولادهم مقيدين بالذكر بالصلاة بقراءة القرآن بعض العوائل بعيدين أصلا عن هذه المعاني من جملة العوامل المؤثرة عمل الأب ولو إذا الإبن شاف أبو يصلي صلاة الليل هو يصلي صلاة الليل إذا الأب كان مقيدا بالوظائف الدينية لا يكذب لا يغضب في البيت لا يقول ما يسخط الله سلوك متز هذا الإبن ينمو هكذا لأن هذا هو مثل الأعب الصاحب ابن عباد كان كريما إلى آخر حياته ليش لأن أم من صغر علمته على أن ينفق على الفقير كل يوم درهم هذا التعليم بقى إلى آخر حياته أولا التربية عن طريق الموعظة ثانيا التربية عن طريق النموذج ثالثا التربية عن طريق الأجواء هذا الابن مع من يعيش عندما يرجع ساعة وحدة منتصف الليل وين كان هذا الابن لا ينفع العنف العنف الابن يسوي التواء البن تقوم بالتواء شنو دا يعمل هذا في أي أجواء دا يعيش في أجواء الحسينيات والمساجد دا ينمو لو في أجواء ثانية في هذه العطلة التي نحن فيها الابن شنو يسوي من الصبح لللي ضعه في دورة تعلمه القرآن ما كو دورة تعلمه القرآن جيب مدرس إلى البيت كما يعلمه الدروس الخصوصية النحو والصرف والمنطقة والحساب يحلم القرآن أيضا لينطبق علينا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الأصدقاء مؤثرين يحيطه بهذه الأجواء أكو واحد في تاريخنا في زمان علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اسم النجاشي رجل معروف شاعر معتقد بأمير المؤمنين مقيد بوظائف الدينية قال أشعار كثيرة في مدحى أمير المؤمنين صلوات الله عليه شوفوا لاحظوا الأجواء تنقل الإنسان من أين إلى أين شاف صديق من أصدقاء من أصدقاء السوء الإنسان يجب أن يكون على حذر من أصدقاء السوء لا يثق بنفسه يقول لا أنا محصن ماكو حصانة إلا من عصمه الله تقدر اقلع ما تقدر اقطع علاقة كوية قال له وين قال أنا رايح للمسجد قال لي اش قال اريد اصلي قال له هواي اكو وقت للصلاة مثلا ساعة 11 ساعة 10 ونصف تعال نروح للبيت أنا قد طبخت لك شات مشوية خروف مشوية نأكل ويا الآخر وبعد نجي قال له في شهر رمضان شنو هذا الحجم قال هس تعال للبيت لتأكل المهم أخذ يوسوس لح من شر الوسواس الخناص الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنالك جن يوسوس وإنس يوسوس يتكلم يتكلم بالنتيجة يجر أخذه إلى البيت هذا الصائم الذي يروح للمسجد ليصلي خلف علي صلوات الله وطبخ له الخروف المشوي وأغراه وأغراه إلى أن أكل الخروف المشوي ثم بعد ذلك راح وجاء بالخمر وقال يشرب قليلا من هالي الإنسان إذا شوية راح في طريق المعاصي بعد يروح ولا تتبعوا خطوات الشيطان من البداية يقول للشيطان لا شرب الخمر وأخذا يعرب دام الناس مروا بيت صوت عربدة جاءوا إلى علي صلوات الله عليه إن النجاشي وفلان شرب الخمر في نهار شهر رمضان الإمام قال جيبوهم جابوهم صاحب البيت أخذه النجاشي شرب الإمام أمر بجلده فجلدوه صاحب البيت ثم طلب النجاشي النجاشي كان قد شرد الإمام صلوات الله عليه بحث عنه إجوا أشراف قوم أنه هذا رجل شريف محترم فينا ارفع عنه الحد قال لا ارفع عنه الحد لا أعطل حدا من حدود الله بالنتيجة أخذ النجاشي وجلده أيضا النجاشي قال لعلي صلوات الله وسلامه عليه إن البقاء معك الذل وفراق كفر إذا أبقوا إياك أجلد أمام الناس وإذا أفارقك هذا كفر ثم هرب من علي إلى معاوية هذا الشاعر الموالي الصائم المصلي من هذه الحالة إلى تلك الحالة فسنو عاقبتها كانت هذا بحث آخر الحقيقة هذه الأجواء التي يعيش فيها أبناؤنا يجب أن نواضب عليها أصدقائنا الأفلام التي يلاحظها المجلات التي يطالعها كلها يجب أن نحاول ملاحظتها حتى إن شاء الله كما نحن نمونا في أجواء الإيمان والفضيل والتقوى الأجيال القادمة أيضا والأجيال التي تليها إلى يوم القيامة بإذن الله إن شاء الله تنهج منهج الفضيلة والتقوى والصلاح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي هدي 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 شكرا